سلام خير يا شباب من الاخبار. النهاردة نشح لاب فايف. لاب فايف بتكلم عن الفايل اند ريسورس هناخد فيه كزا آآ شبيه باللي فات شوية. تمام خلاني ابتدي. اول حاجة بيكلمك عن الفايل ابلود طيب من اسمها? فايل ابلود يعني بتخليني او بتعمل لي قلاو ان انا ابلود فايل. طب هل الفايل ده عادي كده? لا الفايل ده انت بتحط جوا حاجة حاجة مليشيس. هنعرف التفاصيل قدام. بس مبدئيا يعني بنتكلم بسرعة عامة. تمام? ده ترتيبها في الفين وطرطاشر ما كانتش اه موجودة. اه في الفين وسبعتاشر نفس الكلام. في الفين وعلى عشرين ظهرت. وظهرت في المركز الرابع. طيب. خلينا نفهم مع بعض. اول حاجة ابلود. يبقى ايه المشكلة عندي? انا المشكلة فيه حاجة عندي في الويب مش مزبطها. مخلية الراجل او الاتكر. يجي يابلود. الفايل ده جواه مليشيس كود. المشيس كود ده. مسلا يبقى بيخليه يفتح مسلا يعني مسلا كده ايه? يجي انا كسيرفر يابلود الفايل ده عندي. الفايل ده حصل له ابلود. يحصل لي ريفيرس شيل. طب ايه هي ريفيرس شيل? يفتح السيم دي عندي. وينفذ كوماندات. من وهو مش مش معايا اصلا. لا هو مجرد ان هو ما يسلمني الفايل والفايل ده ابلود عندي. بسبب ان انا مش عامل على الفايل اللي المفروض يابلود عندي. حصل ان هو عمل يعني بينفذ كوماندات عندي. يعرف بقى يعرف الفايل اللي موجودة عندي. يعرف بتاع فايل معين. تمام? تمام. يبقى تاني هي يعبارها عن موجودة فين? موجودة في الويب بتخلي التقاري يعمل ايه? يخلي التقاري ابلود. الفايلز بيبقى جواها بيتنفز عندي. طيب ده مشكلته بيعمل ايه عندي? بيعمل اكسس. ليه اكسس? لانه هو انه هو عمل ابلود للفايل وفتح مسلا مسلا يعني هو عادي هيبص عندي على بتاع الفايل زي بص عندي على الفايلز اصلا اللي موجودة عالسيستم وهكذا. يبقى هو من خلال حاجة زي كده بيوصل او بيعمل للسيرفر بتاعي. تمام? تمام. طيب سبابها ايه? سبابها منطق انت دلوقتي واحد جه رفع فايل. انت ما عملتش على تشيك ولا حاجة. الفايل ده حصل له عبلود عندك. يبقى المشكلة حصلت من ايه? حق لان انت ما عملتش في الاول على الفايل لان الرجل ده ميديهولة. يبقى دي سببها ان هي الفايلز اللي هي بتوصل لك. يعني من الاخر مش بتعمل عليها تشيك. يعني مسلا راجل بيرفع لك دوت بيتشي بي فايل وانت مش مسلا عمل على حاجة زي كده. فالبيتشي بي فايل بيبقى مجوة كود. الكود ده يتنفز حصل لي مشكلة. تمام? تمام. نكمل. بالنسبة ال الاتقر بيعمل ايه? هتقول لي منطق. اول حاجة بي ايدنتفاي الفايل ابلود فانكشنالي. بيعرف هي ابلود ايه? او عندك اصلا ابلود ولا لا. تمام? في الوب ابليكيشن. وبقى ومن خلال حاجة زي كده يحاول يحط الفايل ده يحصل له ابلود عندك. ومن خلال الفايل ده هو بيبقى حاطة مسلا جوا كود. الكود ده مسلا ممكن يبقى بيتشي بي او سكريبت او مسلا ايان يكن او ممكن يبقى مالوير اه وانس انو ينزل عندك بيقدي الغرض اللي هو محتاجه. تمام? تمام. وقلنا سببها ان هو ما بيحصلش يبقى لو بتاعك الفايل طيب يبص على الفايل طيب او ان هو يحط على مسلا اللي انت بتحط فيها الفايل دي الراجل يقدر يحط اه عندك والفايل ده اه هينفز له الغرض بتاعه. زي مسلا ان هو يحمل لك بيتشي بي فايل? على اساس ان هو ايه? جي بي جي اكستنشن. يعني يحمل لك بيتشي بي فايل على اساس ان هو صورة. هو في علامة مش صورة. هو بيتشي بي فايل. مسلت عشان ما عملتش فالراجل عارف حاجة زي كده. تمام? تمام. قلنا نبص. لو عندك فايل اللي هو التست دوت بيتشي بي فايل اللي قدامك ده. جواه سطر كودة كود بسيط بيفتح لك السي ام دي عند تمام? يعني ابسط حاجة في جت السيم دي. يبا انت بتوصل للسيم دي بتاعت مين? بتاعت روحت انت عملت ايه? جيت في اليرل. روحت انت بسط له هنجيب علام. درو سانية واحدة. بنجيب علام. بنجيبولون تاني. ماشي? لو هو مسلا عمل ابلود ليه التست اهو. ده. التست دوت بيتشي بي. اللي هو جوا الكود ده. اللي هو بيفتح له ايه? بيفتح له السيم دي. رح بعد ما اترفع عمل ايه? عمل كات وعرض الفايل اللي هو ايه عم كات دي? كات دي بتعرض الفايل كونتن. يعني لو مسلا بتعرض الكونتن بتاعها. طيب انت بتقول لي عرض الاتسي باسورد. الاتسي باسورد ده. ده بيبقى فايل او في التوزيع بتاعت اللينكس. بيبقى جواها اليوزر بالباسورد بتاعه. بس الباسورد ده بيبقى ما اقول له انكريبش. فهو الراجل بيقول له عاوز اعرض اللي في الفايل ده. طب عندي حاجة ما ينفعش ايه حد يعملها عندي. صح? طيب السبب ايه? ان انا ما كنتش عامل على الاموت. فالراجل عارف يرفع عندي تست دوت بيتش بي ده. وينفز اللي هو كاد. اه الاتسي باسورد ده. ومن خلال حاجة زي كده يقدر يعرض اي فايل عندي. يعرض الاتا بتاعتي. صح? جميل. نكمل. طيب. دي انواع بيحصل لها وده بيحصل له طيب. دعا نبص مع بعض. هو الراجل جيه في السطر ده قال له انا هبعط لك فايل. الفايل ده ايه تست دوت بيتش بي. ماشي? وقال له الكنتنت طيب بتاعي. ابليكيشن. وبيتش بي. يعني ايه الكلام ده? يعني قال له الكنتنت اللي انا هبعطه لك بيتش بي فايل. طيب. جيه الراجل الناحية التانية هو مسلا عامل بلاك لست. مسلا. بلاك لست. حاطت في ان انا محدش يعمل لي ابلود لي بيتش بي فايل. طيب حلو. تم انه هو عام عامل فليديت لا. هقول لك ثاني. تعال بص كده على الكود اللي هيحصل له هو الراجل حط الفايل اهو بنفس الاسم. وبنفس الاسم. بس جه عامل يضحك عليه قال له الكنتنت طيب اللي انا هبعطه لك اميج او جي بي جي. الراجل راح شاف الاكستنشن ما بصش حتى على الكنتنت فايل. راح عاله عادي عادي. اعمل له ابلود عادي خالص. فدي كانت مشكلة. صح? يبقى تاني ما حصلش بسبب عدم موجود ده. راح راجع في عامل ابلود لفايل. وضحك علي بي قال لي انا هبعط لك بي اه هبعط لك اميج او جي بي جي. جه دحك عليه وراح بقعت لي الفايل. انا ما بصتش على الفايل. بصت على الكنتن طيب. راح ورحت معادي. دي طبعا مشكلة. طيب تعال بص على حاجة تاني. ده وده اكسب تعال بص ليه? جه هنا في الفايل نيم. قال لك برضو هبعط لك تست بيتش بي. احنا عارفيني ان الرجل هناك عامل فهو مش عامل قال له للبيتش بي. راح هنا برضو قال له انا بعت لك بيتش بي قال له خلاص انا كده عارف ان ده هريجيك. طيب تعال بص هنا. قال له الفايل نيم راح معادي في الاكستنشن. قال له دوت اتش اتش تي اكسس. ماشي? وراح عدل في الكونتن طيب? وراح عمل ات طيب? وعمل ايه? قال له هبعط لك البيتش بي. هبعط لك يعني عمل طيب جديد? وقال لك انا هبعطه لك. تمام? راح الراجل معادي. ودي كانت مشكلة. طيب تعال بص على حاجة كمان. في حاجة زي كده برضو. قال له تستدوت بيتش بي قال له انا هبعط لك بيتش بي. الراجل اللي هناك اللي هيحمل له ريسبونس قال له لا. انا مش هابل الكلام ده. انا عندي بلاك لست. طيب. تعال بص هنا كده. استخدم حاجة اسمها نل بايت. او انكودين. يعني بيستخدم حاجتين في الحتة دي. ازاي عم? انت عندك تست دوت بيتش بي. دوت بيتش بي. هو الراجل هيشوف البيتش بي دي. هيرفضه. طب ليه? تم انا اعمل حاجة اسمها. ان انا احط دي كده. دي سبيس. سبيس. وارح اقول لك ان بتاعها بي ان جي. يجي الراجل الناحية التانية يبص على الاكستنشن. اه يا عم دي طب عدي. ده عادي خالص. حتى بالرغم ان هو معدلش في الكونتن طيب. لا. هو الراجل راح بص على الاكستنشن الراجل ده باعته له. لا بي ان جي طيب. انا بقال له بي ان جي. اه عدي. تمام? فهو بيستخدم حت الانكودينج او النال بايت. يضيف اه النال هنا. عشان يعد حاجة زي كده. طيب. التأثير بتاعها. قلناها مو احنا بنتكلم. قلنا اول حاجة ريموت كود اكسيكيوشن. ان هو الراجل يابلود فايل. يفتح له سيم دي. السيم ده. السيم دي ده. يقعد ينفس كوماندات. فهو كده راح عمله عمل يعمل ريموت كود اكسيكيوشن. فهو بيكلمك و بيقولك وانس ان الماليشيس فايل از ابلودد. وحصل له اكسيكيوشن. اتكليد تو ريموت كود اكسيكيوشن عالسيرفر. طيب ده معناه ايه? معناه ان الاتكر كان ران اي كوماند او اربطاري كود هو عايزه. انت بوتنشني تيك كنترول اوف السيرفر. انت راجل فتحت السيم دي عنده. وعمل تكتب له كوماندات. ما انت خلاص بقيت عنده. وعمل تكتب له كوماندات وتشوف بقى. تشوف الكونتنت بتاع ده. تشوف ده. مش عارف الفايل ده. الفايل الفلاني. طيب انت خلاص. طيب. تاني حاجة في الداة يعني ايه? يعني انا اكسيس داتا مش المفروض ان انا اكسيسها. ده عمال ان نقوله من بدري. تمام? عشان يعمل ايه? او يعدل فيه. او يعدل في الداة بيزة. او يعمل اي اكشن عندك عالسيرفر. طيب ده الامباكت تاني بتاعه ايه? هو كده بامباكت هو كده لانه شاف داتا مش المفروض كان يشوفه. لانه هيقدر يعدل في الداة اللي موجودة عندي. ممكن يمسح داتا عندي عادي خالص. فهو كده خلى الداة جميل نكمل. طيب ازاي الاتاج ده? اول حاجة تستخدم مكان البلاك لست. هتقول لي ايه ده? اللي شمعنا يعني. هقول لك تمام. لو انت مثلا. عامل بلاك لست. وتقول له امنعلي البيتش بي. امنعلي مش عارف ايه. امنعلي مثلا ايه? اي حاجة دوتسي اس. اي حاجة. فانت هتقعد تحط له بلاك لست. تقول له امنع ده امنع ده امنع ده امنع ده. هتجي في لحظة ما تنسى حاجة معينة في البلاك لست بتاعتك دي. يجي الراجل لو جربها عليك. هيعدي صح? طب سألني طبعا انا ليه الازعاج ده? ما اعمل اسهلي? احط فيها. مسلا حاجات اللي انا بقابلها. جي بي جي. اه مش عارف اه ايه? اه داتا ايه? داتا ايه? داتا ايه? وهما دول يبقى اي حاجة غير كده يبقى اعمل لها بلوك على طول. انا ما توجهش دماغي. طيب? يمين. طيب. تاني حاجة. قال لك زي فايل نيم دازنت كونتين سب سترينج زات مي بي اه اه او اه اسمه يعني ايه الكلام ده? يعني مسلا اسم الفايل ما يبقاش في حاجة اسمها هنيعرف دي في في اللي بعد دي. سيبها دلوقت. دوت دوت سلاش دي بيترجعك خطوة وراء. هنفهم هنفهم واحدة واحدة. ماشي ماشي. قال لك يعني ايه? انا دلوقتي السيرفر مسلا عنده موجود فايل اسمه تست. ما يجيش واحد يرفع لي تست برضو بنفس الاكستنشن. وخليه يعمل على القديم ده. يشلي ده. ويحط لي التست الجديد. لأ ما المفروض ما ينفعش. المفروض الفايل ده خلاص طرم انا ده عندي. ما ينفعش هخلي حد يعمل لي على الفايل زي اللي موجوده عندي. صح? صح. طيب ايه كمان? ما عملش ابلود لفايلز على السيرفر. من غير ما عمل لها ده منطقة. ما عملين قوله من الصبح. لازم اعمل واغلبية على فكرة اللي عملنا دلوقتي مشكلتي في حتة يعني في لازم اعمل على الامبوت. اه في مشكلة الفايل قبله ده اهو برضو لازم اعمل في اغلب لازم تعمل على الامبوت اللي جاي لك. يعني تخلي بالك. ماشي ماشي. تستخدم جهزة. بدل ما انت تقعد اه تقول له مثلا اه امنع ده ومش عارف خلي بالك من ده ويعمل لي ده. لا انا استخدم جهزة بال يعني اه احدث فريمورك عشان دي بيبقى ساعات ما عمل لها بتش لو فيها او حاجة. وبيعمل لها بتش مستمرة. فانت دايما اشتغل بفريمورك جهزة وتكون على طول. تقديد الفريمورك بتاعتك دي. لما تيجي اي وبقى ماشي. طيب. ده هنا اول لاب. تعاني اكسيس كده مع بعض. هتفتح عادي اه البيربي سويت بتاعك. انا عملت لك من قوم براوزر لان في ناس مش عارفة اه تشتغل من حتة ان هي تنقل الريكوست. اه عادي انا فتحت من قوم براوزر. اه عملت لوجين عادي على البورتس وجر. وفتحت اللاب هسيب لكم برضو لينكات الحاجات دي في الديسكريبشن اكيد. تمام? خلنا اكسيس اللاب مع بعض. تمام او فتح. ايه اللي مطلوب منك في اللاب ده? اللاب ده بيطلب منك تعرض الكونتينت اللي في الديريكتوري ده اللي هو هوم كارلوس سيكرت. ماشي? عن طريق ان انت تعمل ايه? عن طريق ان انت ترفع له بيتش بي فايل. والبيتش بي فايل ده اكيد جوه ايه? اكيد جوه كود. والكود ده هيعرض لي اللي موجود في الديريكتوري ده. طيب جميل. تعال لوجين. نقول له ماي اكاونت. اه ايه الباسورد ماشي. ترول سي. ترول بي. هنجيب الباسورد. البيتر. ترول في. ونعمل لوجين. تمام. انا دلوقتي بدور على الفايد ابلوت فايل ابلوت. يبقى انا بدور على مكان اعمل فيه ارفع فيه فايل. طيب تعال بص كده هنا. لو خدت بالك. تعال كده بيقول لك ايه? افاتار يعني انت عايز ترفع صورة. جميل. طيب ما تيجي مبص كده. نرفع صورة مع بعض. وتعال كده. جميل. قال لي ايه? قال لك الصورة اترافعت عادي. دي كان بتاعها جي بي جي. يبقى انت استنتقت ان هو بيقلاو الجي بي جي. طيب. نرجع لها الكون. انا عايز اعمل ايه بقى? انا عاوز ارفع له بي اتش بي فايل. البي اتش بي فايل ده جوا كود. والكود ده يقدر يخليني اعرض الكونت. جميل. طبعا. هنحتاج نعمل ايه? اول حاجة هنحتاج نعمل البيتش بي فايل. هو الكود عندك هتلاقي في اللام. تمام? تمام. سانية واحدة بس. خلينا. بس انت كأنك عادي شغال انت هتعمل آآ سمودة بيتش بي فايل عندك على الويندوز. وبالساف الفايل رول عشان ساعة الانتي فيروس بيشيله. اعمل بيتش بالساف الفايل رول يعني الاول واعمل البيتش بي فايل. وهتحط جواه الكود اللي هوريه لك ده. تمام? اهو الكود ده. طيب تعاني فهم الكود ده. هو ده بيتش بي كود. بيقول له اعرض لي. اعرض لي ايه? بيقول له الفايل جيت كونتنت. يعني انت بتجيب لي الكونتنت. اللي موجود في انهي باث. اللي موجود في الباث ده. اللي هو هوم كارلوس سيكري. طيب جميل. ده البيتش بي فايل عندي. طيب. انا محتاجي اعمل ايه? محتاجي ارفع. طيب ما تيجي نشغل كده الانترسيبت. هنا. نخلي الانترسيبت اون. وحاول اقول له انا عايز ارفع لك او قبل ما نشغل ده. تعال كده نقول له انا عايز ارفع لك الاكسبلويت ده. دوت بيتش بي. تعاني شوف الرد بتاعه. قال لك سوري. سوري ايه? قال لك نوت قلاوت ليه? انا مش بقال له وغير انه عنده امج جي بي جي. وامج بي ان جي. طيب حلو. نرجع للا اكاونت بتاعه. انا دلوقتي عايز اعدل في الريكوست. قلت لك يما بنعدل في الكونتن. طيب. العب في اسم الفايل. فتعالا بقى نزبط بقى الكلام ده. تعال نعمل انترسيبت اون. تعال نقول له انا محتاجي ارفع لك الاكسبلويت دوت بيتش بي ده. اللي هو الفايل اللي في البيتش بي كود. وعمل لك ابلود. تعال نبص هنا. تعال امام? لو نزلت اخدت بالك تحت ده ده الهيدرز. لو اخدت بالك تحت بيقول له الكونتن ديسبوشن. قال لك اسم الفايل اكسبلويت دوت بيتش بي. والكونتن بتاعه ابليكيشن بيتش بي. انا مش قلت لك احنا ممكن نعدل في الكونتن طيب. اه طيب بص ده الكونتن بتاع البيتش بي. انا عايز اتحك عليه اقول له. انا هبعط لك بيتش بي فايل او هبعط لك صورة زي ما انت بتقبل عادي. طيب. طب تعال لك اده انشيل الكلام ده. هو قال لك انا مش بقال له غير امج سلاش ما كان ايه? جي بي جي. صح? صح. طب او خلينا بس ابعت الكلام ده الاول للريبيتر. طب انت عايز تعدل ريكوستات وكده كان ممكن اعمل فور ده عادي. بس برضو تعالي بعته للريبيتر. ماشي? طيب. بعته للريبيتر عدلت. في الكونتن طيب اهو. تعال سند كده. اه. قال لك تمام. متين اوكي. عدي ده. طب. يا معلم ده انت ده بيتش بي. بس انت اقول تلي ان هو امج فانا سدقتك. صح? صح. جميل طيب. انا دلوقتي وصلت له الفايل اللي انا محتاجه صح? طب تعالي كده نرجع للصفحة بتاعتنا. تعالي كده نوقف البروكسي. نرجع للصفحة بتاعتنا. قال لك ايه? قال لك الفايل افاتار حصل له او اللي هو الفايل ده حصل له ابلوه. حلو ايه. ماشي? طيب. ايه كمان? يبقى انت المفروح تروح على البي اتش بي. فايل. اللي هو موجود فين? تعالي كده نطلع في اليوريل. يا رب تكونوا شايفين? ثانية بس يا بتاع معلق. البي اتش بي. الفايل بتاع اللي انا كنت اعمله. ابلوت. تعالي ندوس انتر كده. ثانية واحدة. انا وزع لن لي. ام 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 اوزع لن لي. طيب ماشي. تعالي نرجع. ماشي. دي الصورة اهي اللي هو يعني هي مش صورة. انا قلت حكت عليها قلت لندي صورة. طيب تعالي نفتحها كده في تاب تانية. بس كده. عرض لك. الكونتينت اللي موجود فين? في الهوم. اه تقريبا مش فاكر حاجة كده سكرت. فده بتاعك. تعالي كده ناخده. ونعمل سبميت سيليوشن. وتحط اللي انت جبته. ونقول له كده. كده اول لاب. تمام معنا. ماشي. ماشي. تعال كم. تاني اللي هو عن طريق اللي هو الويب شيل ابلود. انت ترفع ويب شيل. طيب تعالي كده نفتح اللاب ده. احنا ده خلاص مش محتاجينه. تعالي نفتح ده كده. من اكسس اللاب. تمامة وفتح. لو انت خدت بالك احنا بندور على ايه مكان ابلود فيه. طيب. ندور 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 مفيش مكان ابلود فيه. طيب حيل. طب ما تيجي ندوس على كده. احنا بنجرب مع بعض. طب نقلب 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 نقلب. اه خدت بالي اهو. ان في مكان ابلود فيه فايل. طيب هل انا عملت لوجين? لا لسه ما عملتش. طب تعالي اعمل لوجين كده. الوزر نيمو الباسورد. ناشي. 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 تمام. فتح لك نفس الصفحة اللي انا عايز ابلود فيه. ها فايل. صح? المرة الفاتت جربنا نرفع صورة. طب ما تيجي نجرب برضو نرفع صورة كده. نشوف رأيه ايه? ابلود. قال لك تمام. الصورة دي حصل لها ابلود. طيب جميل. نرجع. انا محتاجي اعمل ايه? هجرب ارفع رجب ايه فايل واشوف الرد بتاعك. طب تعالي. هو هو نفس هو طالب منك نفس اللي هتجيبه في بتاعه. تعال ابلود. هنا هو اصلا ما عملش على الفايل او او اي حاجة. هو راجل راح ابل اه ارفع له اي حاجة. راح ابلو. فهو عمل على طول ده. فتعال نرجع كده. نعمل كده دي. برضو هناخد ده. اللي بدي بسيطة. بس المشكلة اه مش ده اللي بيحصل في في الواقع يعني. بس هو بيفتح فكرك عن وازاي بيحصل لها. ماشي تعال سبميت السيليوشن كنترول في اوكي. اللي محتاج بقى يطور نفسه يحاول يحل لابات اكتر بمستوى احسن اه على البورتسويبر. تمام? تمام. فكده ده اللاب التاني. خلاص نقفل مش محتاجينه. تعال نرجع نكمل شرح. ده اللاب اللي خلاص عملناه. ماشي. طيب. تعال نتكلم بقى على او بتاعت ايه عمل ده? تعال نفهمه مع بعد كده. لو انت انت عارف مسلا لو انت في معين. نفترض انت في سي. سلاش. اه مسلا برو جرام فايلز. سلاش. اه مسلا برنامج مسلا زوم. سلاش. اين ياكم بقى. سلاش ايه? طيب. ايه بقى الفرنابيلتي دي? الفرنابيلتي دي بتحاول تبعت انت للسيرفر عايز توصل لديركتر معين. ازاي عمل? يعني مسلا انت دلوقتي في في ده اللي هو مسلا. فبتقول له ارجع خطوة. يعني هتبقى في طيب بعد كده ارجع لي خطوة. للسي. اه انت عارف ان السي ده في اهم الفايلز بتاعت الويندوز. صح? طب ما تيجي بقى انا وصلت للسي. طب بعد ما اوصل للسي. هفتح الفايل اللي ده انا عايز افتح. ونفترض في الحالة بتاعتنا يوزر مسلا. تقول له روح لي ليوزر. يبقى انت وصلت للسي الاول عدت ترجع 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 لحد ما وصلت للسي. طب وصلت للسي. روحت عايز اوصل لليوزر. فهمت? فهي طيب الاتكر بيعمل حاجة زي كده ليه? هتقول له ثانية. لا ده هو ده مهمة. انت لو عدت ترجع وصلت للروت دايركتوري. وطالما وصلت للروت دايركتوري. ممكن تاكسس فايلز زي ما قلت لك مسلا مسلا بتاع اللي هو بيبقى شايل بيبقى شايل بيبقى شايل اليوزر بالباسورد ايه حصل له صح? فدي حاجة مفروض انا اعمل لها ايه? اكيد اعمل لها يبقى انا جاي لي الانبوت ده جاي لي. مفروض اعمل ليه اعمل عليه طيب. اكتر حاجة مستخدمة في ده اللي هي دوت دوت سلاش اللي بترك عليه في اول فيديو. ايه دوت دوت سلاش دي? دوت دوت سلاش بت معناها دي على بعضها كده ارجع خطوة. يعني ارجع خطوة. يعني انا مسلا لو في الفولدر بتاع زوم ارجع خطوة انا دلوقتي هيبقى في البروجرام. طيب دوت دوت سلاش تانية ارجع. طب انت دلوقتي بتعمل ايه كاتكر? هيعرف مسلا عدد الديريكتوري كام? التكر ما بيعملش كده. التكر يقول لها دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش ويفضل يكتبها كتير لحد ما يوصل الى-س. هو خلاص طلالا موصل الى-س لاس. ما بتتنافية ما لاش لازم يعني. فهو غرض من هو يعمل كتير دي ان هو يوصل للروت ديريكتوري مش بيفرق عددها. بس هو بيعمل بيعملهم كتير عشان يوصل للروت ديريكتوري ومنروريه ف oreكتوري بقى layers布 هو عايزه. هنفهم بقى الكلام ده كمان برضو في العمل. طيب تعالي ب看 تشوف ترتبة في الاسابت التان كان مرتبة في المركز الاول في الفين وطلعتاشر وفي الفين وسبعتاشر برضو كانت في المركز الاول تحت مسامة طبعا الانجيكشن لان انت بتانجيكت اسمه ده بتقول له اه عايز اوصل للفناية فكأنك بتانجيكت كود برضو. فالفين واحد وعشرين كانت في المركز التالي. جميل? جميل. هنا بقى بيقول لك ان هي اسمها او دي مشكلة دي او بتحصل ايه? في بتحصل في الويب ابليكيشن بتخليك توصل لي او تعمل اكسس او او معينة موجودة في الويب ابليكيشن. الدي انت المفروض ما كنتش دخلت عليها. المفروض دي تبقى او بتاعها. يعني مثلا لو انت في ابليكيشن. لو انت مثلا في مثلا السي اس اس فولدر. انا مش هرجعك خطوة. لو انت عايز ترجع مثلا انت هنا مثلا ده موجود في اه موجود في اليوزر. انا المفروض انا اديك سكوب معين طبع تبص فيه تبص في السي اس اس. تبص مش عارف في آآ الجيوبا سكريبت. تبص مش عارف في الاتش تيميل. لكن ان انا هرجعك مسلا الخطوة لليوزر لا. ده مش مسموح لك. تمام? طيب مشكلتها ابقى بتعمل ايه? قلنا ان هي بتعمل آآ ان ان انت بتاكسس داتا او بتشوف داتا او بتاعك. او ان ان انت تعمل تمام? تمام. نكمل. ازاي بقى بيعمل لها الرجل ده? قلنا اول حاجة انت مشكلتك بتحصل لك من فين? او جاي لك الاموت ده انت مو عملتش عليه يبقى بتحصل لما بيحصل لليوزر اموت. تقول ليه ده اصلا كده كده انا عارف. خصوصا بقى امتى لما بيتعامل مع حتة الديريكتوري. ان هو عايز يبص الديريكتوري تاني. ييجي الاتكر يبعط لك كده اه اسمه ده دايريكتوري معين يقول لك انا عايز اكسس الديريكتوري ده. لو انت مش عامل الراجل ده هي اكسس الكونتينت بتاعه. طيب جميل. ايه كمان? الاتكر منابيوليشن. يعني ايه? انت ما كانتش عامل على الاموت. راحة الراجل اللي عب لك في الاموت ووصله لك وحطي لك شوات 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 كاركتر زي كده. عشان يوصل لباث معين عنده. طيب ايه كمان? قال لك تراورسنج دايريكتوري ستركشور. زي ما قلت له اخوة بيقعد يستخدم دوت 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 سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش عشان يتنقل يعمل ايه? زي ما بيقوله خطوة او بخطوة او يتحرك خطوة الورا. ماشي? ماشي. طيب ايه كمان? دي بقى اخطر حاجة. الاتكر بيعمل حاجة زي كده عشان قلت لك عندك عالسيستم. زي مسلا زي ما قلت لك في بتاع الاتسي باسورد. ماشي? ماشي. قلت لك هنا الاتكر او بس الكلام بيقعد يعيد نفسه كتير يعني. الاتكر بيقعد يكتب دوت دوت سلاش اكتر من مرة. عشان ايه? يفضل يرجع 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 يرجع. ايه حد ما يوصل فين? الحد ما يوصل للروت دايريكتوري. طيب وصل للروت دايريكتوري. او انا بيت في الروت دايريكتوري خلاص. شوف الفايلز بقى اه اعمل مسلا اعرض اللي هو موجود على الانكس. اللي هو بيبقى شايل الااااااااكوزر اكاونز. ليوزر وبيبقى انكريبت. طيب ايه كمان? ده سببه الدوت دوت سلاش تتنفس لأ انا مش هيعمل عليها. هفضل اكررها في حتة دي لحد ما تسبت معك. تمام? اه مشكلة بقى بتاعها ايه? انت بتاكسس داتا مش بتاعتك. يبقى انقص رايز داتا اكسس. داتا ان انت يعني تعريد داتا ما كنتش تشوف ان انت تعمل انت دلوقتي عرفت ومن المسلا من الحركة اللي انت عملتها دي وصلت الفايل معين وصلت فيه اليوزر معين طيب اليوزر ده مسلا عرفت اكسس بتاعه على السيستم خلاص انت عملت للسيستم جميل طيب انا بقى شوية اه حركات هو بقى بيعمل طيب قلت لك دوت دوت سلاش دي ابسط حاجة يكتب دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش كتير كده بعد كده يكتب او اللي هو عايز يوصل لان او ساعة يعملها اه auf في الاول بعد كده يكتب دوت دوت باك سلاش دوت دوت باك سلاش هي هي ة يعني او ان هو يكتب ابسوليوت بس على طول بدلا ما هو يجرب بقى حظه لو هو مثلا في ال Ε Heavenly when he Dass of evangelody لو مثلا في ال root يكتب هو هو رصيب يكتب يحاول ي اكسس ايه ال اي تي سي باسورد ده على طول كده او ساعة الويب بيعمل للدوت دوت سلاش دي فهو يجي يعمل لك ايه? يعمل لها بمعنى يعني بدل الله يكتب دوت دوت سلاش يكتب دوت 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 سلاش لاش طيب ايه اللي هيحصل دوت دوت سلاش او 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 خلينا نقول لها بالترتيب بعدها هيشيل تلات حروف ازاي هيشيل تلات حروف هيشيل دوت دوت سلاش طيب وبعد ما يتشاله خلاص طيب ولا هيتبقى دوت دوت سلاش يبقى هو الحاجل بيحاول يعدي من حاجة زي كده بالطريقة دي او انه هو هيعمل تعال Со contains تعال كده نبص. هنا الراجل راح عمل لك ايه? بتاعك. وعمل دوت دوت سلاش وهكزا. راح عمل له. ده مكتفاش بمرة. ده ممكن يعمله مرتين تلاتة. يبعته لك مش قادر يعمل له. ما عمل لش يبقى الراجل هيعدي عادي خالص. تمام? تمام. طيب هنا برضو عمل نفس الحركة. آآ وصل مسلا آآ وفيدل يرجع 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 يعني هو ايه? آآ نط تلات خطوات. بعد كده رجع التلات خطوات اللي عمله. عشان يوصل لدي تيسي باسه. عشان لو مسلا آآ بتاعك بيعمل للدوت دوت سلاش في الاول. فهو مسلا يتحركهم ويروح رجعهم تاني. فاهم? طيب بعد كده برضو يستخدم الدوت دوت سلاش دي. بس علشان آآ يعني بتاعك ما يفلطرش مسلا حاجة انت عايزت اكسسها. يعمل حاجة اسمها النال بايت. قلت لك يعني بيحط يعني بعد بتاع اللي هو آآ اسم الفايل بتاعك. يحط كده وزيرو زيرو مسلا ده بقى معمول له يعني يعني يستخدم حاجة اسمها النال بايت. يعمل لهم ويروح حاطيتها في الجزء ده كده. ما علينا من الكلام ده مش عايزين نخش في التفاصيل دي اوي. طيب. خلاص اكيد استنتكتل انت مشكلتك في اللي جاي لك. يبقى المفروض تعمل ايه? مفروض تعمل عليه? صح? صح. طيب بعد ما تعمل برضو ما تخلوش يأكسس الكونتن دايرك كده. لا لازم تتشيك على الكونتن اللي هو عايز يأكسسه. ماشي? ماشي. يبقى عندك اول حاجة تعمل تتأكد من اللي جاي لك. كأنك بص يستطع تعمل ايه? كده. ما تقول لك ليه ما نعملش بلك لست. قلت لك في الاول. قلت لك تعمل زي كده. وتعمل برضو على اللي جاي لك. طيب اتأكدت ان هو في الويت لست برضو اعمل على اللي الراجل بعده. ما تسيبوش اعدي كده. ماشي? ماشي. طيب. هنا بيعرض لك على البيضة بيواب. كده كده هنشوف الكلام ده عملي يعني. بتاع نشوف اللي هو اللي هو او اللي هو واللي بعدها بعد كده نخش على لاب على طول. من اسمها? انا بعمل ايه? انا بحاول ارفع لك او ابلود فايل عندك. الفايل ده لوكل. متسجل لوكل. ماشي? ماشي. نفس نفس الفكرة بتاعت ان انت طبقا هي هي ابلود فايل. ماشي? ماشي. يبقى غرضها ايه? ان انت تعمل فايل تبعت فايل. يحصل له اكسيكيوش اه اكسيكيوشن. بعد ما يحصل له اكسيكيوشن. شوف بقى الغرض اللي انت عايز تعمله. طيب. وطبعا فيه فرق ما بين اللي هي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يعني برا الباص اللي هو فيه. يعني اتنين ما نقومش دعوا بقض على فكرة. يعني اول واحد انت بتحاول تقبلوط فايل وتعمل او تدس بلاي الكونتينت او اي ناجون. هنا انت بتحاول تخرج من الباص اللي انت فيه تروح باص تاني. ماشي? ماشي. عرفنا الفرق ما بينه. طب نكمل كلامنا على قال لك ده ايه هو? قال لك عبارة عن بتحصل امتى يا معلم? بتحصل لو انت برضو مش عامل هفضل اقررها. طيب. بتاعك بيعمل ايه? بيقل له الاتاكر على الابليكيشن او على الويب سيرفر بتاعه. ماشي ماشي. فهو يحط او يحط لك فايز دي والفايز دي تتحمل عندك وتنفز بتاعها زي ما عملنا في اللاب بتاعنا. بس ده قولنا الفرق ما بينها وما بين الريموت ان دي بتتحط الرد بتاعها بيبقى لكن الريموت لا انا ممكن ابقى عامل اه سيرفر اللي اي انا مخصوص والرد يجينا على السيرفر اللي انا عامله ما يجيناش انا دائري. ماشي ماشي. فهنا بيقول لك بقى خلاص ان هو بتحصل عشان ما فيش على اليوزر ماشي. طيب اسبابها هو بيفضل يعيدك كلام تاني. ان هو ان هو هو يقعد يلعب في البرامترز. هو يلعب زي ما قرتك في في كزا حتة في في الكون. هو في الريكوست يعني. ماشي اه بتبقى موجودة اه في في بتاعك. اه زي في موجودة زي او الحاجة او تطلب حاجة او تطلب حاجة او زي ما عملناها في اللاب. طيب الاتش تي تي بي برامترز بتحطها في الاتش تي تي بي برامتر. او في الكوكيز او في السيشن الامباكت بتاعها ايه برضو نفس الافكار. ان انت بتعرف الدياتا مش من حقيقة ان انت تشوف ريموت كود اكسيكيوش دايريكتوري ترافيرس. يعني السبب في ان هي اه تعمل اه اللي هي دايريكتوري ترافيرس ان انت تخرج بره الباف اصلا. يعني ممكن تعمل فايل كده الفايل ده جواه كود. الكود ده بيخليك توصل من من دايريكتوري دايريكتوري تاني. على حسب الكود اللي انت كاتبه يعني. ماشي? برضو الكلام ده هنشوفه عمليه مش محتاجين نبص هنا على البي دابيو اير. هنا بقى بيكلمك عن قلنا اختها اخت اللي فاتت بس الفرق ان انت الرد بتاعك بتحط على سيرفر او سيرفر بتاعك انت عاملو انت. اكاد تاكر. ما بيجي لكش ما بيجي لكش بيجي لك عن ريموت. فهو اقال لك عبارة عن فرنابيلت. او يعني. موجودة فين في الويب ابليكيشن. بتقلوه الاتقر يعمل ايه? موجودة على الويب سيرفر عندي. ماشي. طيب قلنا سببها ان هو ما فيش ان ان انت متعملش اسموه ده ان ان انت متعملش عموت اللي راجل بعتهوله. وطبعا ده لان هو يعمل لك عنو سرائز على الفايل زي عندك. برضو كلام بيعيد نفسه. انت استنتجت. ماشي? ماشي. قلنا اسبابه ان انت هو هو الكلام بيعيد بس نفسه مش قادمة. اللي هو حتة الامبوت فاليديشن. اه يوزر امبوت اه يوزر امبوت اه اه يعني انت مش مزبط حتة اللي هي المفروض يتحط فيها الفايل. ماشي? ماشي. طيب اه اه ايه كمان اه اه او الامبكت بتاعها ايه? انقص رايز الاكسس. تساء انفورميشن. برضو واللي فاتت برضو ممكن تعمل مالوير انجيكت عادي خالص. مش شرط تحفظهم. ده بالمنطقة. طيب سيرفر كومبرميز. امن انت هات كومبرميز السيرفر. طيب. كحتة برضو نفس الافكار. اليوزر بيشوف مكان يحط فيه امبوت. او الاتكر بيشوف مكان يحط فيه يحط يشوف المفروض يتحط. طيب وبعد كده ينجيكت يحط بقى في يحط في فايل يحط في اي حتة بقى. ويروح باعته ليك. طيب بعد كده وصل للسيرفر يبقى السيرفر اللي وصل له ده. طيب لما لما يعمل له هيحصل ايه بقى? او ايه اللي هيحصل? خلاص الاتكر هينفذ الغرض اللي هو مفروض يعمله عندك. فقال لك الغرض بتاعه مثلا ممكن يبقى على السيرفر عندي. تمام? تمام. طيب. ده اللاب. تعالي كده نأكسسه مع بعض. تمام خلال نأكسس اللاب. تمامة وفتح. ادي دي اه او البيتجي دي اه فيها الفرنبيلتي بتاعت الفايل بوس ترافيرس. طيب انت دلوقتي المفروض تبقى في ديريكتر معين. والديريكتر ده تفضل ترجع منه كزا خطوة صح? طيب انت دلوقتي في الهوم. طيب ايه اللي موجود في الهوم? في شوية امجيز كده. صح? طيب هتجي منبص على اي امجي فيهم او نفيوو الديتيل زي كده مسلا. قال لك ده البرودكت مسلا. ماشي ماشي. طيب. تعال لك كده نبص على احنا بنقلب مع بعض. تعال نبص كده على فيو دي تيلز ده كده تاني. خلي بالك بص فوق هو راح فين? هو راح جديد اسمه اللي بتاعه خدت بالك. طيب. انا عايزي دلوقتي انا عايز افضل ارجع خطوات. طيب الخطوات دي ارجعها اروح فين? هو انا في المطلوب في اللاب ان انت عايز تاكسس فايل اللي هو آآ اللي هو ده. ماشي ماشي. طيب عايزين نروح نعملها. تعال لك كده نبص مع بعض. اخلي اون. ماشي. واحاول اعمل اي حاجة. ماشي. تعال بص هنا كده في الهيستوري. تمام? طيب هو قال لك ان هو موجود في آآ او دي موجودة في الامجز. طب تعال نعمل كده هتيجي هنا كده عندي فلتر. تعمل فلتر على الامجز. انا كنت اعمله قبل كده. اعمل تمام? طب تعال هنعمل واحد كمان. تعال لبعد ده كده. عملت له انترسيب. تعال بص على وتعرضت بهم بالطايم. نشوف اخر حاجة عملت. تمام? ماشي. تمام? انا كان جدا فين اللي فيه اميج او ده كده. كان اميج. طعا نبص كده فيه اميج مدين الفايل نيم. قال لك خلي بالك بص بقى انت بقيت فين? بقيت في الامج دايريكتور. من الامج دايريكتور ده اسم الفايل كان كزا. طيب عودتك نلعب في الريكوستات يبقى بتبعت للريبيتر. تعال نبعت للريبيتر كده. طيب احنا في دوت دوت سلاش. اسم. اه سوري احنا في سلاش اميج ومديله اسم الفايل. طيب تعال نجرب حتة ان انا عاعد ارجع خطوات دي. يعني اععد اعمله دوت 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 سلاش دوت دوت سلاش واشوف ايه الريسبونس. طيب معدل ازاي? انا دلوقتي بقول لك انت في سلاش اميج اميج. وفي الفايل نيم اللي موجود ده. طيب لو انا شلت اسم الفايل ده. كده. ورحت اقال له اقعد ارجع دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت دوت سلاش دوت سلاش دوت دوت سلاش. يعمل حد ما تزهب. ايتي سي. باسور. هو بيتكتب بالطريقة ده خلي بالك عشان ما تسمعش اللافز وتقعد تكتبه ما يشتغلش معاي. بيتكتب بالشكل ده. بتعنده السند كده. اه. اعرض لك الكونتنت. قال لك ماتين اوكي. وراح عرض لك الكونتنت بتاعه. اهو. قال لك الروت. اه دي الروت. اه كان مش عارف ديمون وكده. عرض لك الكونتنت عادي خالص. ماشي. تعالى كده نوقف البروكس ده. تمام. واللاب سولد. يبقى تاني عملنا ايه? انا دلوقتي جربت على البروكس. جربت على البروكس. هشوف هيقول لي ايه? تبتعال نجرب اه او ممكن اكون جربتها بشكل غلط. تعالى نجربها كده تاني. نقول لي. دوت دوت سلاش. دوت دوت سلاش. دوت دوت سلاش. مسلا. اي تي سي. سلاش. باسور. تعالى نشوف دي هتشتغل دي. ما اشتغلتش. قال لي. يبقى البروكس اي دي ده. ما اشتغلش معي. رحت بصيت على ايه? بصيت. انت دلوقتي البروكس ده فيه شوات امدجز وفيه وبتاع رحت بقعته للبرب سويت. اشوف او الحاجات اللي بتعامل معاه. فهو بتعامل معاه امدجز. طيب رحت بصيت. قال له الفايل نيم كزا. وقربت برضو الحركة اللي انا عملتها هنا. رحت من الفايل نيم قلت له دوت سلاش دوت سلاش دوت سلاش دوت سلاش. هفضل ارجع الورى 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 الورى. بعد كده وصل دلوت دايريكتوري. يبقى عايز اعرض الاتسي باسور. بس كده. فهي بقى هي دي وازاي تطبقها. يعني الموضوع بيمشي بالتجربة. ماشي? ماشي. ده كان آخر اللاب معنا. آآ هسيب لوكوا اللابات في الدسكريبشن لان اللي مش بيعرف اكسس اللابات. تمام? آآ اعتذر على اشتركوا في القناة.